لأسباب متكاثر ومتعدد جدا واحدة تنبيهات اللي ينبغي أن يلاحظ الإنسان ويرعيها أن المسألة ليست عائدة بالضرورة إلى معطن واحد جميل وكون القضية مدرج تحت الأصول الفكرية والقضايا الفكرية لا يعني أن المعامل المعرفي أو المعامل الفكري في حد ذاته هو المعطى الأكثر تأثيرا لا الكائن البشري كائن معقد الكائن البشري يتكون نعم من العقل لكنه يتكون كذلك من العاطفة وبالتالي كثير من خيارات الإنسان الفكرية كثير من الأشياء لتحدد هوية الإنسان الفكرية ليست بالضرورة عائدة إلى المعامل المعرفي فقط لا هي عائدة كذلك المعاملات متعددة نعم المعامل المعرفي له تأثير قد يسبب الانحراف الفكري عنده كثير من أبنائنا قضية الجهل بحقاق الإسلام هذا قد يولد هذا بطبيعة الحال يولد انحرافا لكن قد يكون الأمر عادي لإعتبارات أخرى يعني تتسم بقدر مبساطة أو سذاجة نعم لكنها قد تكون هي العامل الحاسم مؤثر في شخصية الإنسان الفكرية كمعامل الكبر عسي المثال معامل العصبية يعني لما يفتش الإنسان مثلا معامل المحبة للجاه للمال الغير معطيات يعني لما يتأمل الإنسان في واقع الانحرافات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم فكريا من قومه قريش عسي المثال يجد الإنسان أن المعامل العصبية كان عاملا حاسم مؤثرا أنه وجدنا أبانا على أمه عسي المثال قد يجحدوا بها واستيقنتنا أفسهم استيقنتهم لما تنظر مثلا حال اليهود يعرفون كما يعرفون أبنائهم طيب إيش الإشكال ليس في المعامل المعرفي كانت خطية الحسد على سمي المثال جميل مثلا ملك الروم هرقل في زمانه لما ينظر الإنسان في طبيعة القصة المطولة الحكاة أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في لقائه مع هرقل يكتشف الإنسان كخلاصة كنتيجة أن الرجل على مستوى المعامل المعرفي مقتنع بصدقية هذا النبي ليوحي ويرسل إلى العرب لأثره في جانب الحرار ضروري أنه ما نحصر في إطار معين يدرك الإنسان أن المعاملات المعاطفية مؤثرة في حياة الإنسان الفكرية كتأثير المعامل الفكري وأن المثال ليست تخاضع بالضرورة إلى الجهل بالحقاق لأن عند النماذج المعرفين فكريا ليس معامل الجهل هو المؤثر لكن كانت المعاملات الأخرى هي اللي لا غير متتأثير اشتركوا في القناة